بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلاب الصف السادس الابتدائي أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة التوحيد وهو الدرس الثالث من دروس الوحدة الثامنة وهو بعنوان فتنة القبر ونعيمه وعذابه فتنة القبر ونعيمه وعذابه تمهيت القبر أول منازل الآخرة فيه فتنة فيه فتنة ونعيم أو عذاب فيه فتنة ونعيم أو عذاب فما فتنة القبر وما نعيم القبر وعذابه المراد بفتنة القبر ما معنى فتنة القبر يا شباب أي إنسان على وجه الأرض إذا مات معرض لأسئلة القبر وأسئلة القبر يا شباب كما نعلمها جميعا وتعلمناها في مادة التوحيد هي من ربك وما دينك وما نبيك هذه الأسئلة الثلاث كل إنسان يسأل عنها إذا دخل قبر فهي يا شباب هذه الأسئلة الثلاث تسمى بفتنة القبر تسمى بفتنة القبر إذن فتنة القبر هو أو هي سؤال الميت إذا دفن في قبره عن ثلاث عن ربه وعن دينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم هل هناك دليل من السنة النبوية الشريفة على فتنة القبر نعم هناك دليل على هذه الفتنة أو على وجود هذه الفتنة نركز على هذا الحديث فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا وضع في قبره تعاد له روحه يعني شباب أي إنسان يموت ترجع له روحه مرة ثانية في القبر تعاد له روحه في جسده فيأتيه ملكان يأتيه اثنين شباب من الملائكة فيجلسانه يعني يجلسوه شباب يقعدوه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة لمن يا شباب بالنسبة للمؤمن أما الكافر فيقولان له عفوا من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري إذن شباب المؤمن يجيب على الأسئلة بكل سهولة ويسر أما الكافر لا يدري كيف يجيب على هذه الأسئلة طيب هل الله سبحانه وتعالى يجعلنا نجيب على هذه الأسئلة أم لا طبعا الله سبحانه وتعالى يثبت المؤمن في قبره تثبيت الله سبحانه وتعالى للمؤمن في قبره عند هذه الأسئلة الله لطيف بعباده رحيم بالمؤمنين ومن رحمته أنه يثبت المؤمن الصادق ويوفقه للإجابة الصحيحة في القبر فينعم ويصر ويضل الله الكافر والمنافق عن الجواب الصحيح فيشقى ويخسر والدليل قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء إذن الشباب الله سبحانه وتعالى يجعل المؤمن متثبتا في قبره ويساعد المؤمن على الإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة أما الكافر شباب لا يستطيع أن يجيب على هذه الأسئلة فيخسر ويشقى ومصيره يكون النار نعيم ننتقل إلى نعيم القبر نعيم القبر ينعم الله على المؤمن في قبره فيصبح قبره روضة من رياض الجنة إذن الشباب المؤمن يعيش في قبره كأن هذا القبر جزء من الجنة أو قطع من الجنة يعيش فيها فيبقى منعما فيه إلى يوم البعث والنشور يعيش يا شباب في هذه الحالة أو في هذه الجنة في قبره إلى يوم القيامة ويقال له انظر مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا الله يا شباب أو يجعل الملائكة تطلب من هذا الشخص أن ينظر إلى مقعده من النار وتطلب منه وتقول له انظر إلى هذا المقعد من النار أو مكانك قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة يعني خلاص الله بدلك هذا المقعد وهذا مكانك في الجنة يوم القيامة فيستمر المسلم أو المؤمن في رؤية مكانه إلى يوم القيامة وهذا ما يسمى شباب بنعيم القبر ننتقل إلى عذاب القبر كيف يكون عذاب القبر يعذب الله الكافرين يعذب الله الكافرين والمنافقين في قبورهم فتصبح قبورهم حفرا من حفر النار القبر شباب بالنسبة للكافر يكون كأنه حفر من حفر النار يعذبون فيها إلى يوم البعث والنشور يعني يظل الكافر يعذب في قبره حتى يوم القيامة ويضرب بمطرقة من حديد تأتي الملائكة وتقوم بضرب الكافر بمطرقة من حديد ضربة يا شباب يصيح منها صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين يضرب شباب بضربة بمطرقة من حديد يصيح صيحة كل المخلوقات تسمع هذه الصيحة إلا الثقلين والثقلين يعني الإنس والجن يعني الإنس والجن ما يسمعون هذه الصيحة الحيوانات تسمعها الطيور تسمعها أي كأن حي يسمع هذه الصيحة التي تخرج من فم الكافر أثناء عذاب القبر إلا الثقلين يعني الإنس والجن ما يسمعون هذه الصيحة ننتقل إلى نشاط واحد نشاط واحد ينعم المسلم في قبره إذا كان حريصا على فعل الواجبات وترك المحرمات بالتعاون مع مجموعاتي أمثل لبعض الواجبات والمحرمات حسب الجدول الآدي إذن يا شباب كيف أنجي نفسي من عذاب القبر أقوم بفعل الواجبات التي أمرنا الله بها وأترك المحرمات التي نهانا الله عنها إذن ما الواجبات؟ الواجبات الصلاة المحرمات مثل لعب الميسر أو القمار الواجبات مثل الزكاة المحرمات مثل شرب الخمر الواجبات مثل الصوم المحرمات مثل أكل الربا إذن يا شباب أتبع الواجبات وأبتعد على المحرمات حتى أنجوا من عذاب القبر ننتقل الشباب إلى أسباب عذاب القبر هل المؤمن يا شباب يعذب في القبر طبعا حنا لسه جايلينا شباب أن المؤمن لا يعذب ويجيب على الأسئلة أما الكافر يعذب لكن هناك بعض الذنوب والمعاصي التي قد يرتكبها المؤمن تكون سبب في عذاب القبر فقد يعذب المؤمن في قبره جاءت الأدلة على أن بعض المؤمنين قد يعذبون في قبورهم بسبب ماذا؟ بسبب ذنوب ومعاصي ارتكبوها يعني المؤمن يا شباب ممكن يعذب بسبب بعض الذنوب أو المعاصي التي ارتكبها في حياته طيب من هذه الذنوب ماذا؟ النوم عن الصلاة المفروضة يعني صلاتك جاء موعدها ووقتها تنام عن الصلاة أو تتركها بأي سبب طبعا هذا سبب من أسباب عذاب القبر الماشي بالنميمة تتكلم عن الناس وسير الناس دائما بالخطأ أو السب أو دائما تأتي بسير الناس بسلوب غير جيد فهذه هي النميمة طبعا عدم التنزه من البول أكل الربا كل هذه أسباب شباب تجعل المؤمن قد يعذب في قبره ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين أن عذاب القبر إن وقع لأحد منهم قد يخفف عنه أو ينقطع عنه يعني شباب أي واحد مؤمن سبحان الله شوف رحمة الله سبحانه وتعالى بالمؤمن إذا ارتكب أي مؤمن شباب ذنب أو معصى من هذه الذنوب وتعرض لعذاب القبر قد يخفف الله عنه هذا العذاب أو ينقطع يعني يبعد عنه هذا العذاب بسببين الشباب ما هم السببين السبب الأول هو دعاء غيره له أو صدقة صدقة غيره له يعني شباب واحد توفي وارتكب بعض الذنوب أو المعاصي وكان يعذب في قبره إذا دعا له أحد من الناس سواء كان من أبنائه أو من أصدقائه أو من أحبابه فقد يخفف الله سبحانه وتعالى عنه عذاب القبر أو صدقة إذا تصدق أحد قد يخفف أيضا عنه عذاب القبر ننتقل شباب إلى الاستعداد لما بعد الموت كيف أستعد لما بعد الموت المسلم يحرص على الاستعداد لما بعد الموت بتوحيد خالص لله سبحانه وتعالى وعمل صالح وتوبة نصوح وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يستعدون لذلك ويذكرون غيرهم ويذكرون غيرهم فكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكاء سيدنا عثمان يا شباب كان إذا وقف على أي قبر من القبور كان يبكي حتى يبل لحيته لدرجة أن لحيته تبتل من شدة البكاء ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجى منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه يعني أي إنسان شباب بداية رحلة في الآخرة تكون القبر أول مكان يدخل له هو القبر فإن نجى من القبر ومن عذابه فينجو من كل شيء بعد ذلك وإن لم ينجو من القبر وعذابه فلن ينجو من أي شيء من عذاب الله في الآخرة ننتقل إلى ثمرات الإمام بن عيم القبر وعذابه للإمام بن عيم القبر وعذابه ثمرات كثيرة منها تصديق أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم يجب الشباب أن أصدق أن هناك فيه شيء اسمه عذاب القبر وشيء اسمه نعيم القبر لماذا؟ لأن هذا ما أخبرنا الله به وأخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لذلك يجب علي تصديق أخبار الله وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الحرص على طاعة الله واجتناب معصيته دائما أطيع الله وأبتعد عن المعاصي والذنوب تسلية المؤمن عما يفوته من ملاذات الدنيا ننتقل إلى من أسباب عذاب القبر للمؤمن النوم عن الصلاة المفروضة والمشي بالنميمة نتكلم الشباب عن علاج مشكلة النوم عن الصلاة لأن النوم عن الصلاة أو عدم الصلاة في وقتها قد يؤدي إلى عذاب القبر كيف أحل مشكلة النوم عن الصلاة المكتوبة؟ أول شيء عندي الإنتظام في الصلاة علاج مشكلة المشي بالنميمة عدم مصاحبة جلساء السوء يعني ما أمشي أصدقاء مع أصدقاء سوء دائما يتكلمون في سير الناس الصلاة في جماعة أحفظها للجماعة دائما اختيار أصدقاء الخير النوم المبكر ومعرفة فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة المساعدة في أعمال الخير بدلا من النميمة أو بدل النميمة وبذلك يا شباب قد انتهينا من درس اليوم وإن شاء الله الواجب سوف يكون حال التقويم صفحة 56 ونشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله